اهلا بكم ياريت قبل ما نبدأ ملخص الفيلم ما تنسوش تدعمنا بلايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم كل جديد بيبدأ في الميناء بفلاش باك وهم بيتكلموا عن فياضانات اللي حصلت سنة الف وتسعمائة وخمسة واللي كان سببه انهيار الجبل ضخم في منطقة اسمها لودليان واللي مات فيها وقتها اكتر من اربعة وستين شخص وبنعرف ان الحادثة دي اتمر عليها اكتر من اربعة وستين سنة والعلماء بيكتشفوا بعد كده ان في اكتر من تلتمية جبل مش مصطرين وانها مجرد مسألة وقت مش اكتر ويحصل انهيار تاني وبعدها بنشوف كريستيان وهو راكب عربيته وساعتها بيروح يفاول بنزين علشان يعدي لاهل واللي ساكنين في البر تاني بالمعدية ولما بيروح بيلاقي مراته شغالة في اسباكة البيت فبيقول لها انهم مش هيحتاجوا يعملوا كده لما ينقلوا للبيت التاني وبيساعدها وبيكمل يومه وفي وقت ما هما بيأكلوا بيحكي ليهم اكتر عن البيت اللي شافوا وان كل حاجة هناك بيقدر يتحكم فيها بالريمود وبيقول لهم ان اكتر حاجة ده حكيته باب البيت اللي بيت افل عن طريق الموبايل وتاني يوم بيروح كريستيان شغله اللي في مقر مرابط الانهيارات الجبالية وبيسأل صاحبه ان كانت الامور طبيعية ولا لا فبيقول له ان كله تمام وبعد شوية بيحتفلوا بيه في المقر بسبب التارية اللي جات له في مكان تاني وبيكونوا زعلانين جدا علشان هو هيمشي فساعتها بيروح كريستيان للمكتب بتاعه علشان يلم حكته وما فيش دقيق وبيلاقي زميله متجمعين وبيلاقوا جهاز الانذار ويشتغل وبيعرفوا ساعتها ان يستوى المياه الجوا فيها انخفض مرة تانية فوقتها كريستيان بيطلب منهم يشوف الصورة وبيلاحز ان الامور مستقرة فبيقولوا لي اصحابه ان هو يروح يشوف اللي وراه علشان يلحق وبعدين بيروح البيت وبيحاول يفهم ان اللي حصل في شغله النهاردة ومش بيكون عارف السبب عن مستوى المياه الجوا فيها ففي الوقت ده مراته وعياله بيزبطوا الشنط علشان هيمشوا وابنه الكبير بيقوله ان هو لازم يساعدهم ولكنه مش بيكون مركز معهم تماما فساعتها مراته بسأله عن شغله فبيقول لها ان المياه الجوا فيها نسبتها نسبتها انقفضت مرة واحدة ومش عارفين ايه السبب فبتقوله ان انا ما بقيتش وظيفته وانه هيروح مكان تاني وفي وقت ما بيرمي كريستان الحاجات اللي مش حاوزينها بيلاقي ابنه قاعد عند البحر فبيروح ليه بوقتها ابنه بيقوله انه مرتاح في المكان ده وانه عارف ان هو مش مركز العالم ولكنه امانه وموطنهم فبيرد عليه كريستان ان هو عارف ان الامر صعب وانهم اتخذوا القرار الافضل لمصلحة عائلتهم وفي وقت ما ينقلوا حاجاتهم في العربية جيرانهم بيروحوا يسلموا عليهم وبيسألهم ان كانوا جاهزين للانتقال ومراته بتقوله من كريستان والاولاد ايروحوا بالعربية وانها تعود كمان يوم تخلص شغلها هنا وفي وقت ما هم في العربية بيستنوا المعدية تنقلهم فكريستان بيكون سرحان وهو بيبص على الجبل وبيفكر في شغله فوقتها المعدية بتوصل وجوليا بتكلمه ولكنه بيكون مش مركز وما فيش سواني وبيرجع مكان شغله وبيطلب من عياله ما يتحركوش من العربية ولما بيدخل المقر بيقول زميله انه عايز يوريهم حاجة وساعتها بيكونوا متجمعين وبيقولهم ان العيب ممكن يكون في الكبلات اللي هناك مش المستشعرات وان اختفال مياه الجاوفية مرة واحدة ده مش امر طبيعي وانها اكيد دخلت في تشاوات موجودة داخل الجبل وساعتها زميله بيقولوا انه هو مش حوار وانهم ممكن يروحوا يحفروا ويحطوا كبلات جديدة فكريستيان بيقولوا انه ده مش المهم وان الجبل لو كان حجمه كبير فالشقوق اللي فيه مش هتوسع قبل ما ينهار وساعتها مش هيكون في اي انزار قبلها فبعدها بياخدوا طيارة وبيطلعوا على محاطة اتحاكم في المستشعرات وبيروحوا ويلبسوا العدة بتاعتهم وبعدها بينزلوا ما بيني الشقوق الجبلية علشان يطمنوا على المستشعرات اللي جوه وفي الوقت ده بقى الفريق بيكون متابحهم من المكتب ولما بيدزل جايكوب بيقول لي كريستيان ان هو هيتفقد المستوى الرابع وهو يشوف المستوى الخامس فساعتها جايكوب بيقولوا ان الكابلات اللي عنده مقطوعة وبكريستيان بيكتشف كده برضو وفي الوقت ده زميلو جيستغربوا جدا وبعدها بيروحوا على المقر بتاحهم وبكريستيان بيطلب منهم ان هم يعملوا حاجة وبيشرح لهم اللي ممكن يحصل وان لو الجبل مهار هيحصل موجة سنامي بارتفاع تمانين متر وبكريستيان بيزعب فيهم وبيقول ان كريستيان عايز يفعل جهاز الانذار ويطفش السياع اللي على الجزيرة وبيقول ان الجبل سبت وما فيش اي قلق منه وبكريستيان بيعتذر وبيقول لهم انه مش عارف اللي حصله هو بيمشي ولما بيروح عند العربية بيلاقي اولاده مش هناك وبيكونوا كاتبين لي وراء ان هم رجعوا عند والدتهم وساعتها بيتضايق جدا وبعد شوية بيوصل الفندو اللي مراته شغالة فيه وبيلاقي عياله هناك واتا المراته بتكون متضايقة جدا علشان تسابهم الفترة دية طب يعتذر له وبيقول له ان هو احاسس ان في حاجة مش كويسة هتحصل وساعتها امهم بتقول لهم يناموا في الفندو ولكن جوليا بتقول لولدها انها عايزة توضع البيت بتاحهم وفعلا بتروح معاه وابنهم بيبات عند والدته وفي واتما هما في العربية جوليا بتسأله ان كان هيطلق امها ولا لا فبيقول له انها كانت مجرد خناها بسيطة وما فيش حاجة من دية واتا بنرجع للمراته اللي بتودي ابنه على الوضة اللي هينام فيها واتا بيكون كريستين وجوليا ووصلوا لبيت وبيطلعوا حاجة يناموا عليها وساعتها بيروح كريستين علشان يشرب وبيبعت الامراته رسالة اعتذر عن اللي حصل وبعد شوية ابنهم بيزهر من الوضة فبيروح يلف في الفندو في اللوح بتاعه وفي الوقت ده بنشوف ميكيل صاحب كريستين هو في الشغل ومركز مع فيلمه وسايب الشغل وبعد شوية بيلاحز ان في حرجة غريبة بتحصل فبيجري صاحي زمالته ساعتها فبتكلم زمالته ارفض على اللي سلكي وبتقوله ان هم شايفين قراءة غريبة على الشاشة وان الجابلين بيعربوا من بعض وباتا بيقولهم يعيدوا تشغيل المستشعرات وياخدوا قراءة جديدة فساعتها اربط بيقول لجيكوب ان هم هينزلوا دلوقتي يشوفوا الدنيا عاملة ازاي وبالفعل بينزلوا يطمنوا وفي الوقت ده بيجي لهم اتصال من كريستين وبيسألوا من جانت الامور تمام ولا لا فبتقوله ان القراءة اللي على الشاشة اتغيرت وان هم حسين ان الصخور بيتتحرك وبعت ويشوفوها وفي الوقت ده جزء بسيط من الجبل بيانهر عليهم وميكيل بيقولوا من المستشعر سجل هزة حصلت في الجبل فبيقولوا ليه ان هم حسوا بيها وفي وقت ما كريستين بيدور على الملفات بتاعته بيلاحز حركة التقور في السماء وساعتها بيدور اسرع لحد ما بيوصل لهم وبيقرى في الملفات بتاعته وبيتصل على المقر بتاع شغله وبيطلب من زميلته انها توصله بيرفت وقتا كريستين بيقولوا يطلع من عنده بسرعة لان المكان هينهر وفعلا صديقه بيوافق ولكن اسنام امها بيطلعوا بتحصل هزة تانية وجيكو برجله بتتزنه في الصخرة فبيسرح وارفت بيروح له علشان يساعده وفي الوقت ده ميكيل بيلاحز ان المية كلها بتنخفض بسرعة جدا وبيفقد التحكم تماما فساعتها ارفت بيطلب من مرجوت انها تفعل جهاز الانذار بسرعة والناس كلها بتسمعوا ولما ارفت بيوصل لجيكو بعد عنها بيديلوا الحبل بتاعه وبيقولوا انها مش هيستحملهم هما الاتنين وساعتها الجبل بينهار وارفت بيواف وبينشوف ساعتها الجبل وهو بينهار لحية المية وقتا كريستين بيصبو تايمر بتاعه على عشر دقيقة من وقت الهزة وبياخد جوليا وبيركبوا العربية واسنام هما في طريقهم بيتصل على مراته ولكنها مش بترد وفي الوقت ده بيتشوف مراته وهي بتحاول تخرج الضيوف اللي عندهم في الفندو وبعد شوية بتلاحز ان كريستين اتصل عليها فبتتصل عليها وبيقول لها ان هو جاي لها في الطريق فبتطلب منه ان هو ياخد جوليا لمنطقة امنها وهما هيطلعوا بيبسل عندهم وبيفل معاها وفي وقت ما امراته بتخرج الناس بتلاحز ان ابنها مش معاهم فبترجع تدور عليه وفي الوقت ده كريستين بيلاقي الطريق واقف بسبب الزحمة وبيلاقي ان ما عادش فاضل غير اربع داية والتسونامي يبدأ فبينزل مع جوليا من العربية وبيقول لها ان ام هيتمشوا وبيقول للناس كلها يطلعوا بسرعة فوق التل وبيلاحز ان ما عادش فاضل غير ستة وخمسين ثانية على التسونامي وساعتها واحدة جارتو بيتزنم بين عربيتين وكريستين بيودي بنته مع صاحبه وبيقول لهم يهربوا ولما بيساعد جارتو بيلاقي ان المياه قربت منهم جدا فبيقول لها انهم مش هيالحقوا فبيدخلوا عربية وبيربطوا حزام الامان وما فيش ثواني والمياه بتطرابهم وفي الوقت ده مراتوا بتدور على ابنهم وبيكون معها اتنين بيساعدوها وبيقدروا يوصلوا ليه وابنها انه ما سمحهمش لانه كان حاطت سماعات في ودنه وقتها بياخدوا معاهم جارية لبرة ولكنهم بيلاقوا منظر مرعب فبيرجعوا تاني وساعتها المياه بيتجري وراهم وبينزلوا القبو تحت الارج والست اللي معاهم المياه بتسحبها والولد بيقدر ينقذ والدته وبيفيلوا الباب وبعدها بينشوف كريستين والعربية مقلوبة بيه ولكنه بكل السعيش اما جارته اللي معاها بتكون ماتت وساعتها بيفك كريستين حزام الامان بتاعه وبيخرج يدور على جوليا وفي الوقت ده بنشوف جايكوب وهو بيكلم باقي الفريق ولما بيسألوه عن ارفت ما بيرضاش يرد عليهم وبعدها كريستين بيوصل لاعلى التل وبيفضل ينادي على جوليا وبنته احد ما بيوصل لها وبيحضنها غير متاح فساعتها بيلاقي واحد جنبه بيتكلم في تليفون وكريستين بيسألو عن الهوضة اللي هم فيها وبيطلب منه يتكلم من تليفونه ووقتها بيسألها ان كان في باص ووصل عندهم ولا لأ فبتقوله ان ما فيش حاجة وصلت حد دلوقتي وبعدها جوليا بتسألو عن امها واخوها فبيقول لها ان هم يروحوا ويدوروا عليهم وبيطلب منها تستنى هنا مع توماس بنشوف مراته وابنه واما بيحاولوا يفتحوا الباب ولكنهم بيلاقوا ان في مياه كتير بتدخل فبيقفلوه وبعدها مرات كريستين بتشيل الحديدة اللي في السافه وبتطلع فوق وبتلاقي الطريق مسدود فساعتها المياه بتبدأ تدخل من الباب وبيحاولوا ان هم يوقفوها ولكن هم بيعرفوش وبعدها بنشوف كريستين وهو راكب خشبة وماشي بها في وسط المياه وبعدها بيوصل للبر ولما بيكون ماشي بيلاحظ فيه وتوبيز تحته فبينزل يدور على مراته ويبنه ولكن هم مش بيكونوا موجودين فبيخرج تاني وفي الوقت ده المياه بتكون قربة يتم للأوضة اللي عيلة كريستين فيها ولما بيحاولوا ان هم يفتحوا الباب بيكون ماسي حاجة براه وما بيعرفوش يفتحوه وبيطلعوا تاني ووقتها الراجل اللي معهم بيجيله ناو بتهلع وبيمسك في ابن كريستين وبيكونها يغرّوه فبتحول مرات كريستين تهديه ولكنه مش بيهدى فبتخلص عليه وبعدها بيروح لكريستين اللي بيوصل للفندق وبيفضل ينادي على عيلته ولكنه مش بيسمعوه هواته بيوصل للقبو وبيلاقيه مليان مياه فبيرجع تاني وفي وقت ما هو بيدور عليهم بيلاقي شمطة ابنه فبيتعصب جدا وبيفضل يخبط في حاجة قدامه وفي الوقت ده بيسمعوه عيلته وبيفضلوا يخبطوا على الحديد علشان يسمحهم ولكن من غير اي فايدة هواته بيتنزل تجيب مفتاح حديد ويفضل تخبط به وبيسمحهم كريستين في الوقت ده وقتها بيخبط لهم على الباب اكتر من خبطة وبيف فهم بيرددوا الخبطات وساعتها بيفام ان في حد عايش وبيطلع يدور عليهم وبيكونوا فرحانين جدا ان هو اسمعهم وللاسف المياه بتبدأ تزيد اكتر واكتر وساعتها كريستين بينزل للقبو وهو بيحاول يفتح الباب لكنه بيكون مزدود في الطوب وفي الوقت ده مراته بيتنزل وبتحول مع انها تفتحه وبعد عنها كريستين بيقدر يفتح الباب وساعتها بتشاول له مراته ان ابنهم فوق وبيتخرج هي وقتها وابنه بيكون خايف جدا وما بيرداش يعوم بيحاول معها لحد ما بيقنعه انهم لازم يمشوا من هنا وفي وقت ما هم بيعوموا بيلاحز ان ابنه مش قادر يعوم بسبب انه بيتسحب لفوق وقتها بيروح له وبيساعده بيطع النفس ولما بيلاوت اخر مراته بتنزله وبيتجيبه وبتقدر تطلعه وبيفضله يحاولوا معها اكتر من محاولة لحد ما بيستسلمه فبيقفلوا ليعنيه وقتها ابنه بيفضل يضغط على صدره اكتر وبيقدر يخرج المياه من رئته وقتها بنعرف ان الاسعاف جاد وبيقدروا عيلة كريستين يوصلوا لجوليا وشوية وهي بتلاقيهم قدامها وبتجري عليهم وبيقدروا انهم يتجمعوا مرة تانية